انا هنا قائد للعب منتخب غانا واعرف ما يجب علي فعله وساقوم بدوري على اكمل وقه نحن هنا للفوز بالمباريات كفريق يتكون من 27 لعبا وسنرفع راية غانا عاليا كل اللاعبين بقائمة 27 يريدون اللاعب وهو امر طبيعي عندما تتواجد في هذه المنافسة الكبيرة الرغبة في المشاركة بكأس الامم امر مهم لانه اذا لم يكن لديك هذا الشعور فهناك مشكلة ولكن عندما انظر الى نفسي شخصيا اعتقد ان هناك رقما قياسيا او اثنين او ثلاثة ارقام قياسية يمكن تحطيمها ولقد عملت بجد من اجل الوصول الى هذه المرحلة ولكن بالرغم من كل ذلك فالاهم هو الفريق وما سنفعله من اجل الفوز بالمباريات واذا تمكنت من تحطيم هذه الارقام القياسية بالشرط تحقيق الفوز بالمباريات سيكون هذا الامر رائعا وهذا ما اتمنى لكن تحطيم الارقام القياسية وعدم تحقيق نتائج جيدة هذا الشيء لا ابحث عنه كقائد للفريق سوف افعل كل ما في وسعي لتحطيم تلك الارقام القياسية لكن الاهم هو الفريق دائما وبصفتي قائد للفريق فانني انظر الى ما يمكننا القيام به كفريق للتأكد من اننا نفوز بالمباريات والوصول الى ابعض نقطة ممكنة في كأس الامم الافريقية بوصف مدربا لمنتخب غانا خلال الفترة الماضية فانني ادرك تماما مدى قدرة هذا الفريق على تحقيق نتائج افضل ويمكننا التحسن بشكل مستمر وهذه دائما مهمة المدرب فعليه تطوير اداء اللعبين لقد نجحنا بالتأهل الى كأس الامم الافريقية والوضع في النهائيات مختلف عن التصفيات وانعلم انه في البطولات يمكن ان يحدث اي شيء وانه مدرك تماما للنقاط التي نحتاج الى تحسينها وتقديم شكل افضل من اجل تحقيق النجاح في هذه البطولة